السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تكاثروا فاني مفاخر بكم الامم يوم القيامة مكاثر ومفاخر سيدنا النبي بغى الامة الاسلامية تكون كثيرة تكون فالاولاد والبنات وبغانا مش غير مجرد الكثرة الرواية الاولى قال تكاثروا فاني مكاثر ولكن في الرواية التالية قالنا فاني مفاخر يعني بغينا واحد النسل لغا يكون صالح عند العقيدة عند الايمان عند المبادئ عند القيم عند الضمير ثم رزق الله سوف يأتي بش مقسم الله تعالى احنا بغينا نتكلم ايه الاحباب الكرام بعجالة اهم التوجيهات والنصائح التي قدمها لنا مرشد البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا فيه اسوة حسنة سيدنا النبي الكريم محمد بن عبد الله هو الانسان الكامل الذي اجتمعت فيه صفات الخير وصفات الادب لماذا لان الذي ادبه ليس البشر ادبه رب البشر كان يقول عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول ادبني ربي فاحسن تأذيبي ادبني ربي فاحسن تأذيبي ورب عز وجل قال عنه في كتاب العزيز وانك يا محمد وانك لعلى خلق عظيم وانك لعلى خلق عظيم فكيفش نربي ولدتنا ابنيتنا على الخلق الكريم اول توجيه يقوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه اي مولود يخرج من بطن امه ذكر او انتع هو كيكون على الفطرة السليمة هو فطره الله فطرة السليمة على العقيدة عقيدة التوحيد هو يعلم في الداخل عنده الداخل يعني بحالة قلت له سيغ فودير الدماغ دياله والخلايا والهرمونات كلها تعلم انه خلق من خلق الله لان احنا كنا كنا عند الله تعالى وعدنا معه وحد المعاهدة معاهدة ربانية كتسمى البيع الكبرى لما ربنا خلق ادم عليه السلام مسح على ظهره فخرجت كل نسمة هو خالقها الى يوم القيامة واشهدهم جمعنا كاملين قبل الخلق جمعنا كاملين الملاير ديال الملاير كنا عبارة عن نسمات فقال لين من ربكم شكونا والاله ديالكم كنا قلنا ربنا هو الله وكنا قلنا يا ربنا نعاهدك على اننا نعبدك ونحسن العبادة ونتمسك بالاخلاق الحميدة هذه معاهدة في القرآن الكريم مسجلة كما يقول ربنا سبحانه واذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم درياتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامة اننا كنا عن هذا غافلين او تقول انما اشرك آباؤنا وكنا درية من بعضهم افتهلكنا بما فعل المبطلون كتسمى البيع الكبرى فكل مولود هو كيخرج على التوحيد وكيخرج على الفطرة والفطرة هي الاسلام فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كل البشر كيتولدوا على الاسلام وعلى الفطرة والتوحيد لكن حسب البيع اللي انشأ فيها الانشأ في مجتمع يهودي سوف يصير يهوديا الانشأ في مجتمع نصراني سوف يكون في الغالب نصرانيا إذا كان في مجتمع مجوسي غد يكون مجوسيا إذا كان في مجتمع لا ديني ملحد غد يكون في الغالب هكذا لكن ربي عز وجل المخلوق أعطاه العقل أعطاه الفكر ومن اللي يبدأ يكبر الإنسان كي يبدأ يخدم العقل دياله وكي يعرف الحقيقة لهذا مجموعة ديال الناس أسلموا رغم أنهم كانوا على ديانة أخرى إما يهود أو نصارى أو مجوس أو لا دينيين فيما بعد اهتدوا إلى الدين وأكثره من العلماء وإن شاء الله لبقي في العمر بقية نتحدث عن نمادج من العلماء إما أطباء إما رجال فضاء وحتى رجال دين من النصارى وأحبار من اليهود أسلموا لما عرفوا الحقيقة فالمولود هو يولد هكذا نحن الحمد لله ربي سبحانه وتعالى جعلناك أن تولد في بلد مسلم في بلد لفيه المبادئ والقيام هذه من رحمة الله نحن محظوظين حظا كبيرا مجرد أنك ولدت في بلد مسلم وبلد سني وبلد يرفع القيم الدينية وفيه إمارة المؤمنين نحن نرى محظوظين حظا عظيما من يجي عندك المولود أول حاجة ستقوم بها ستغرس فيه حب الله وأن الله موجود في كل مكان هذا هو أول من أغرسه في الأولاد والبنات وهذا النموذج كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيغرسوا في جميع الصحابة وفي دريته نذكر هنا ابن عمه عبد الله بن عباس كان غلام صغير وكان كي علمه أش كيقول لي كيقول لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك هذا طويل كيقول لي وصايا وأعلم أنه لو اجتمع الجن والإنس على أن يضرك بشيء ما ضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف فهذا النبي الكريم يعلم الوليد الصغير يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك هذا أول مبدأ سنعلمه لوليداتنا نعلمه بأن الله تعالى موجود وأنه في كل مكان وأنه معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا وأن هذا الوجود كله هو من إبداع الله وأن هذا النعم لإحنا كنت قلب فيها كلها من عطاء الله وأن الله معنا يحفظونا على قدر ما حافظنا إلا حفظنا الله يحفظنا وكيكون أمامنا وكيكون معنا هذا كنغرسوها في الأولاد هم صغار وصيبنا النبي قال أيضا أدبوا أولادكم على ثلاث خصال أدبوهم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن هذه من المبادئ الوصايا النبوية الشريفة التي أمرنا أن نعلمها لأبنائنا أدبوا أولادكم على ثلاث خصال لولا حب نبيكم أننا كنعلم الأبناء دينا بأن القدوة دينا خاص يكون هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بشر ليس كباقي البشر هو مثل الضر بين الحجر هو الرجل وضع فيه الله الكمال البشري اللي ربي عز وجل توله بالعناية والرعاية واللي هو فيه الصفات الحسنة فنعمر قلوب أبنائنا والعقول دينا بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم نذكرهم بأخباره نحدثهم عن سيرته العطرة نمكنهم أن يتمسكوا بسنته المطهرة وكيف كان يتعامل مع الناس معاملة النبي مع الناس عظيمة يكفي يكفي أن كان فيه خلق العفو خلق العفو كي يتعامل مع الناس بالعفو قالوا مشركون لما آدوه ضلموه وتعدوا عليه وأخرجوه من دياره وقتلوا أبنائه ومن معه من اللي يتمكن منهم ما تعاملش معهم بالمثل مش يضمرهم ومشي أنه مزقهم ولا قتلهم قال لهم ما تظنون أني فاعد بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء أنتم الطلقاء كان سيدنا النبي تعاليم دياله كل هذه الخير الإنسان هي الآن محتاجة إليها لأمم المتحدة هي محتاجة أن تصيغ المبادئ النبوية وتعود تعلمها لرؤساء الدول باش يعودوا يصيغوا نظام دولي جديد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته أنه عنده واحد مسألة كيعلّمها الناس كيقلهم جبر الضرر وكيقل لهم التمس لأخيك ألف عذر سبعين عذرا ودائما جبر الخواطر جبر الخواطر نبيه الكريم وعلمه لأبنائه فأول مسألة بعد أن نغرس في قلوب أبنائنا عقيدة لا إله إلا الله نعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الشخص الكامل عوض أن يحب ابنك ربما لاعب كرة قدم نجم من نجوم الكرة أو نجم في الغناء والرقص أو نجم في أي مجال الأولى أن يحب نبيه أولا ثم بعد ذلك يختر ما يشاء قال ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل بيته لماذا حب آل بيته النبي صلى الله عليه وسلم لأن لأن حب آل بيته الأطهار هم عندهم وحد الباركة كتبقى مستمرة نحن في بلادنا مثلا نسمهم الشرفة الشرفة هما الناس اللي هما عندهم أصول من آل البيت وهؤلاء عندهم باركة وكيكونوا متبسكين بالدين من علامة لقلك أن من آل البيت علامته أنه متمسك بالدين وأن في العفة وأنه أنه دائما كيجمع الناس على الخير لأن الناس هم بحل القطيع خاص قائد وهذا القائد يجب أن يكون قوي وهذا القوة ببحدة غير كافية يجب أن يكون عندهم مشروعية دينية لهذا كالقوا الحكام لدازو في البلاد الإسلامية وفي المغرب مثلا دائما الحاكم الذي يلتف حوله الناس ويبايعونه كيكون من آل البيت لأن الناس عادة هم جبلوا على النزاع وجبلوا على الصراع وجبلوا على التمرد ولكن لما يكون القائد الذي يقود هذه الكوكبة من آل البيت الناس يحترمونه ويلتف حوله ويدافعوا عنا عنه ونحن في بلادنا الحمد لله في مغربنا العزيز عادنا دائما للحكام الذين نتعاقبوا على البلاد كانوا جلهم من آل بيت رسول الله وهذا أدى إلى الاستقرار وإلى الأمان في البلاد وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا قبل ما يتوفى إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي وإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفون فيهما كتاب الله اللي غد يحمي دائما الخص القيادة القيادة باش تحمي كتاب الله تعالى بحل دب اليوم كالقوة العالم العربي القيادة ضعيفة وكالقوة الوطن الإسلامي القيادة ضعيفة ولو كانت قيادة قوية ربما قد غيكون الوضع أحسن مما نحن نعاني منه الآن ثم قال الوصية الثالثة علموا أبناءكم أدبوا على ثلاث خصال حب نبيكم حب آل بيته وتلاوة القرآن يعني أننا لابد نعلمهم القرآن الكريم لماذا؟ لأنه هو دستورنا في الحياة هو أساس التعليم في جميع المناهج الدراسية القرآن الكريم هو الشعار الدين هو الذي به يتم تثبيت العقيدة ورسوخ الإيمان فحينما نعلم أبناءنا القرآن الكريم منذ الصغر ويحفظونه ويفهمونه ويلتمسون بركته أكيد أنه قد يكون جيل عظيم وجيل كريم وربنا عز وجل يقول الذين آتينهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز هذا الأمر كثير يقول علموا أولادكم القرآن فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله القرآن ورحم الله تعالى الملك الراحل الحسن ثاني لكان من بين الخيرات لقنبها كان ذا واحد القرار صارم وطبقه على جميع أبناء الشعب وهو أنه لا يمكن للتلميذ أن يدخل إلى المدرسة حتى يستوفي سنتين من التعليم في الكتاب هذا قرار ربما كبالين عادي ولكنه مهم ومبارك وعظيم جدا وحنا الصغار كنا من الجيل اللي كان فيه الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه وجدد عليه الرحمات أنه أن هذا القرار خلدك الجيل كله يحفظ القرآن وحنا صغار في خمس سبت سنوات قبل ما نخذ المدرسة كنا نمشي الكتاب وكانت الكتاب القرآنية منتشرة منتشرة في الأحياء وفي الأماكن الشعبية وفي الأماكن الراقية موجود كتاب في كل حي كين كتاتي بثلاثة أربعة خمسة يتنفسون في الخير وكانوا الناس كيتخلصوا الفقه باللربعية اللربعية كي يأخذوا واحد القدر قليل دي المال وكان قنع به طبعا كانوا أهل إحسان كيكرموا الفقه يجيبوا لي الجلابا ويجيبوا لي الطعام وكيقنعوا من الناس بدك لربعية قليلة دباليوم شوف التعليم كيدير التعليم اليوم يعني النص دي المنطقة دي هالك ولكن أيام زمن كان تعليم بسيط ولكنه فيه أثر عظيم ورحم الله الحسن الثاني كان قال لنهتف الشهادة الابتدائية باك كان فرض أن التنميد ميدو الشهادة الابتدائية على الأقل يكون حافظ صورة الرحمن وصورة الواقعة وصورة الحديد واش عرفت أيها الأحباب الكرام قيمة تسور إلى كان أبناء الشعب كلهم لأطفال دي المغرب يعني هذه الصور ميدو الشهادة الابتدائية يكون حافظها عن ظهري قلب الرحمن والواقعة والحديد الرحمن اللي كان حافظها هي تسمى عروس الرحمن يعطيك الله الجمال والبغاء ويعطيك الله العزة لحافظ الرحمن لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن والحسن الثاني رحمه الله من اللي عرف هذا الكلام بغى الأبناء دي الشعب يكون فيهم الجمالية أهل الإيمان فيهم الجمالية الرحمن وصورة الواقعة الواقعة مليك تقرأها لن يمسك الفقر عمرك ما تمدي دك دي ما نيدك دي ما شبعا واتش جربناه والله منذ الطفولة عمر نجعنا دي ما كالقاء الحمد لله شبعانين ودي ما مستكفين ولو يكون القليل كي بلين كثير وكثير وكثير جدا الرضا بما قسم الله تعالى بباركة صورة الواقعة ومليك تكون محتاج كتقرأ الواقعة الخير كيف يضع لك ثم الحديد صورة الحديد هذه كتقرأ القوة كتقرأ القوة أنك ما تقدرش شي واحد يقدر يأتر فيك بالسلب أنه يقدر يخوفك أو يرعبك عندك القوة داخلية قوة داخلية الحسن تاني رحمه الله كان بغاوة بحد الجيش دي الأبناء الشعب المغربي فيهم هذه المبادئ والقيم فنحن محتاجين أننا نرجع لهذه المبادئ هذه من وصايا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن العظيم ثم قال إلزموا أولادكم إلزموا أولادكم وأحسنوا آدابهم فإن أولادكم هدية إليكم وعلموهم فسألوا يا رسول الله ماذا نعلمهم قال أولا علموهم الصلاة علموا أولادكم الصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع الأولاد يجب أن يصليه لابد نعلمهم الصلاة هذه مسؤولية كبيرة أي أب وأي أم قبل أن نقول حقوق طفل أنك تعطيه التعليم وتعطيه الصحة وتعطيه الإسم الجميل وتعطيه المدرسة الجميلة وتحقق للرفاهية تعلموا الصلاة وانت واجب خرج من صلبك ابنك خرج من صلبك وعليك أن تعلمه الصلاة وربنا عز وجل أمر بذلك في كتاب العزيز قال واستبر عليها علموا الصلاة واستبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها أهلك يعني الزوجاء والأولاد تعلمهم جميعا وفرقوا بينهم في المضاجع إلا كانوا في البيت ذكور وإناث باش يكونوا عندهم واحد القيمة واحد الاحترام فرق منهم تخليش لوليد ذكر إناس مع الأنت في غرفة واحدة أو في مكان واحد قريب ويكون الرخاوة تكون في القوة للرجال والأخرى تكون في الجمال للإناث علمهم كذلك أنك تعطيه لابنك المال في يده تعطيه المال في يده باشي باشي مش يشري بها الألعاب والرفاهية علمه كيف يتصدق به على الفقراء وعلى المساكين علمه أن يحب الخير وينشأ على الإنفاق والبد والرحمة وهو صغير غد ما أفطرق أعطيه شي بارقة في الده دراهم وقل لي أعطي له ذلك المسكين أعطي له ذلك المسكينة أعطي له ذلك الإنسان كي يطلب منه مساعدة علموا هذه المبادئ وزيد علموا أكتر قالوا وعلموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل باش يكون قوي بغينا أبناء الأمة الإسلامية يكونوا أقوية السباحة لأنها رياضة مهمة والرماية كانت أيام زمان وركوب الخيل كانت أيام زمان ويقاس عليها جميع الرياضات اللي فيها القوة البدنية القوة العقلية نعلمها لأبنائنا احنا ما بغيناش أبنائنا فقط يبقوا كنا متفرجين ويصفقون ويصفرون بغينام يكونوا رياضيين في الحالة بدل الملعب كي يجريوا كيلعبوا والمؤمن القوي خير عند الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير وجاء التوجيه النبوي أن نحضر من أننا نغفل وينشأ أولادنا على سلوكية شادة أو على عادة قبيحة أو على مساوى الأخلاق عندك نحضر لأنك يقع الغفلة شحال دي الوالدين الآن ولد أولادهم ونشغلوا بالعمال ونشغلوا بكسب قوتي يومهم ونشغلوا بالمشاريع والسفريات ونسى أولادهم خلوا أولادهم عند الخادمة والخادمة مسكينة ما عرف أولو فاقدوا الشيء لا يعطيه وكل خلهم عند خادمات عندهم مبادئ أخرى وعقلية أخرى عندهم تقافة أخرى وربما دين آخر يعني متى تنتظر الإهمال للأولاد في الإصلاح والتربية هذا عنده ضريبة خطيرة وغالية جدا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من التقصير في هذا الأمر وقال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه هذا إنسان غير متخلق كتلقى في الشارع يتشاجر ويلعن ويسب ودي من خلق المشاكيل كي يكون مثلا مباراة كرة قدم ترافقها عمليات الشغب وكي يكون التدمير والتخريب وإدرام النار وهذا الأم والأب في الضار ديالهم ولدهم كي يجيب لهم اللعنة كي يجيب لهم اللعنة وكي يجيب لهم السب ومقاسم في الضار ديالهم لأنهم لم يربوا أحسن تربية فلما يخرج إلى الشارع ويلتقي مع أصدقاء السوء يسيئ إلى الآخرين ويضم الآخرين فيلعنونه وكي يجيب لهم اللعنة للوالدين شوف العكس الصحيح ملكة ربي ولدك تربية حسنة الاتمار لينع والعوائد الخيرة تجنيها تجنيها أنت أيها الأب ويا أيها الأم يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أو ولد صالح يدعو له أعظم تروى تخليه في الدنيا هي تخلي ولد صالح يدعو لك من لك يموت الوالدين وكيمشوا للقبر أنا داك كتخلي أولاد صالحين كدروا الخير وكيدعو لك بالرحمة وبالمغفرة والله سبحانه وتعالى يزيدك خير في خير فهذه أيها الأحباب الكرام بعض التوجيهات النبوية الشريفة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعامل بها مع أولدنا أن نغرس في نفوسهم حب الله ونغرس في نفوسهم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ونغرس في قلوبهم حب الخير ونغرس في قلوبهم حب فعل الصلاح والبركة للآخرين ونعلمهم نعلمهم لمالقم يعلم أولاده مالقم يعلمهم يعلمهم الاستغفار علم أولادك الاستغفار لماذا؟ لأن لن ينساك غدا إذا كنت علمت الاستغفار فإنك بعد الموت لن ينساك ما أروع الدعاء الذي يقوله الإنسان وولده في القبر يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هذا من بركة أحسن تربيه للأولاد من لك يموت الولدين كيبقوا يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واستمع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم أشكي قل لنا كيقولك إن الرجل لترفع درجته في الجنة هو في الجنة كل أصبح كالقرس ارتفع درجات فيقول يا ربي أن لي هذا فيقول هذا باستغفار ولدك إليك أو هذا باستغفار ولدك لك فالإنسان الآن بل عنده شيء والديه وماتوا استغفر لهم استغفر لهم الله تعالى وكيقول الوالد أو الوالدة في واحد مرتبة دنيا كل نهار كيسعد درجة عليا كيسعد درجة عليا كيسعد درجة عليا فكيوصل الدرجات كيقول يا ربي أنا أدخل أدخل من جاني أنا أنا عمالي صالح محدود ولكن أدخل كثير من جاني كيقول هذا باستغفار ولدك لك فكل وحدنا يستغفر الوالدين وكل وحد فينا يطلب الله يعطيه ولدات صالحين تم يستغفروا لي بعد المامات احنا مليغا نموت واحنا لا شك سوف نموت انطلب الله يكون ولدتنا احتم يستغفرون لنا كمانا نحن نستغفر لأبائنا وأجدادنا ودائما نقول الدعاء ربنا هب لنا من لدنك درية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا ودريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقيم إماما أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يصلح ذريتنا وأن ينبتها نبتا حسنا وأن تكون خير خلف لخير سلف قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله أحبيرو والاشتراك في القناة